تحية من جديد وشكرا دائما على كل الملاحظات هناك موضوع لم نتطرق له في الماضي من خلال ومضى هو موضوع الفلك نعم كثير من شبابنا وكثير من أبناء مجتمعنا يعني يستهويهم عالم الفلك تستهويهم الظواهر الطبيعية الكسوف الخسوف أيضا حركة النيازك واستضام بعض النيازك بكوكبنا حركة الكواكب حتى الاكتشافات الجديدة في هذا العالم كل عالم ممتع ومثير وجميل لدرجة أن البعض خرج من إطار فقط المتابع عبر الشبكة العنكبوتية إلى استحداث تطبيقات نعم تطبيقات تستطيع أن ترصد حركة النجوم حتى تشكيل النجوم وإلى أي حيز تنتمي حركة الكواكب في بعض الأحيان وما حدثتكم فيه في موضوع النيازك في موضوع النجوم كلها يرصد باستخدام تطبيقات للهاتف المحمول أو تطبيقات للأجهزة اللوحية عليك أن ترفع الجهاز باتجاه جهة ما في السماء فترى في ذاك الموقع أي من النجوم من المفترض أن يكون وإلى أي مجموعة ينتمي وتستطيع أن ترصد حركة النيازك في بعض الأحيان ولكن ليس في كل الأحيان هذه التطبيقات الجميلة اللي اليوم نشوفها على الشبكة العنكبوتية لم تكن لتأتي وتولد لو لا فضول الناس واهتمامهم بهذا الأمر أنا حقيقة أرى أنه حتى فلسطينيا لدينا إمكانية أن نصمم ونطبق بعض البرمجيات التي نستطيع من خلالها أن نرصد عالم الفلك بصورة أجمل تعرفوا عندما يأتي الموضوع للأطفال عن نيازك ونجوم وشهب وكواكب ومجرة وغيرها كلهم يستهويهم هذا الموضوع هذا الظلام الدامس الذي تعيش المجرات والكواكب من حولنا يستهوي الناس يريدوا أن يعرفوا تفاصيله حتى حركة الأقمار الصناعية خارج كوكبنا وطريقة البث وتلقي الإشارة وإعادة البث وتقويتها كلها مواضيع مثيرة ومواضيع تشغل الناس لذلك عبر الشبكة العنكبوتية عبر الهاتف المحمول الهواتف الذكية تستطيع أن تحمل تطبيقات تعطيك تفصيلات أكثر ويتحول عالم المتعة إلى عالم متابع من قبل المهتمين والشغوفين فيه حتى نزيد من إثراءنا لمعرفتنا اليوم يكتشف كواكب جديدة ويقال فجأة بأن هناك كوكب معين لأنه بعيش في مخيلتنا دائما الكواكب التي درسناها في المنهاج المدرسي وكأنه فيش غيرها في كوكبنا في مجرتنا فيش غيرها عفوا في هذه المجرة من كواكب أخرى نكتشف كواكب نكتشف كواكبات نكتشف أقمار ونكتشف أيضا مجرات أخرى خارج المجرة التي نعيش فيها عالم مثير عالم ممتع وعالم اليوم صار بين إيديك فاستمتع فيه واجعلكم الله دائما من أهل المعرفة وأهل الاستفادة والإفادة شكرا